ما إن مضت ساعات قليلة من نهار العيد في تعز إلا وعادت أخبار القتل إلى الواجهة حيث تحاول المحافظة الدخول في لحظات الأفراح لكن لا تخرج منها سالمة وماذا لو صدرت الأخبار على أن جماعة الحوثي تقتل النساء في الطرقات فذلك تساؤل ليس بجديد خصوصا في تعز حيث فشل تحالف الانقلاب بإنجاز مشروعه فأبقى على القتل لمجرد القتل فقط قد لا يكون استهداف حافلة ركاب تقل عددا من النساء آخر الجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي وصالح لكنها أيضا تسابق الوقت لحصد أكبر رقم من الضحايا المدنيين كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على حافلة ضمن موكب عرس في مفرق شرعب بمنطقة حذران ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة خمس نساء أخرى وتلك كانت حصيلة الميليشيا على حدود المدينة أما في الوسط لم تمضي سوى ساعات من نهار كانت هي القسط المستقطع للراحة لتعود ميليشيا أخرى وتؤكد حضورها في العيد كباقي الأيام إنها لن تتوقف عن القتل ووضع الحياة في تعز في سياقها المختل بهذه الإصابات في زمن قل أن تجد ولو يوما واحدا تمضي فيه المدينة بسلام وذكرت مصادر مطلعة أن ثلاثة جنود من قوات الجيش الوطني قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون غربي المدينة بعد أن أطلق المسلحون النار على الجنود في حي بيرباشا ما أدى إلى مقتلهم على الفور ترجمة نانسي قنقر